في قناة متعة الصيدلة في برنامج مقارنات دوائية لنستمتع في مقارنة بين أدوية زمرة من الأكثر مضادات الاكتئاب تداولا وتفضيلا هي مضادات الاكتئاب المثبتة لعادة التقاط السيروتونين أو المختصرة بـ SSRIs والمقارنة بين هذه الأدوية من حيث قوة الفعالي هنا نحكي من حيث قوة الفعالية وليس من حيث أكثر تفضيلا لحالة ما أو من حيث الأمان هنا نحكي من حيث قوة الفعالية بالنسبة بالبداية بالمرتبة الأولى بيجي الاسيتالوبرام بعدين بيجي السيتالوبرام لاحظ أن نهايتهم سيتالوبرام واسيتالوبرام هم في المرتبة الأولى والثانية لنهايتهم أوكسيتين رح يجي في المرتبة الثالثة والرابعة فبيجي الباروكسيتين في المرتبة الثالثة والفلوكسيتين في المرتبة الرابعة وفي المرتبة الأخيرة هو السيرترالين من الناحية الكيميائية الصيدلانية كل الأدوية هذه هي مشتقة من البروبيل آمين وهذا بذكركم بمضادات الاستهمين من جيل الأول كان لها فعالية نوعا ما مهدئة وقليلة جدا غير واضحة ولكن طورت لحتى أن تطلعنا بأدوية مضادة لإكتابة فعالة على السيروتونين والفرق أنه في بعض الإضافات وبعض الحلقات المميزة التي أدت إلى زيادة فعاليتها بالنسبة للستالوبرام البنية الأساسية والمميز الأساسي لها هو الافتالين بنية الافتالين ومن هون يجب كلمة تال في هذا الاسم سواء استالوبرام أو سيتالوبرام لكن الفرق بين إسيتالو وستالو أن الإس سيتالو أو إسيتالو هو الشكل S الفعال من السيتالوبرام سيتالوبرام هو مزيج من الشكل S والشكل R فالشكل S هو الشكل الفعال فلذلك الإس سيتالوبرام أفضل وأكثر فعالية من السيتالوبرام بالنسبة للأكسيتين أو الفلوكسيتين والباروكسيتين الباروكسيتين أفضل فعالية لأنه بيحتوي على ذرات أكسيجين أكثر بتعطي زيادة حبة في الفعالية ونهاية أكسيتين أو اللاحقة أكسيتين جاي من وجود الفينوكسي في هدول الدويين بينما الفلوكسيتين مثل ما حكينا بيحتوي ذرات أكسيجين أقل وبالتالي أقل فعالية من الباروكسيتين بيرتجي بالمرتبة الأخيرة السيرترانين اللي ما بيحتوي على أي ضرة أكسجين وبالتالي هو الأقل فعالية من بين هدول مجموعة هدول مضادات الاكتئاب من نفس الزمرة إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المقارنة والمزيد في الحلقة القادمة